مرحبا مشتركي سابورانات في الفيديو هذا ان شاء الله بشنصالح لكم سلسلام التمارينات على درس التيار الكهربائي نبدأ بالتمرير لولاني في حسة اشغال تطبيقية قامت مجموعة من التلاميذ بتركيب دارة كهربائية حسب الرسم البياني التالي هذه الدارة متعنى فها مولد فها لاني مصباح فها امبير متر و امبير متر واحدة فها زوز امبير متر اذا علمت ان الامبير متر او يشير الى شدة تيار كهربائي قيمته ميتين مليون امبير حدد شدة التيار الكهربائي التي يشير الى امبير متر او واحد معللا جوابك اذا دارة الكهربائيه بالتسلسل اذا نحن ندرك دار كهربائيه بالتسلسل اذن هذا اول ملاحظه بما انو الدرق متاعنا بالتسلسل اذا شدة التيار الكهربائي في كامل الدرق مش تكون مش تكون هي بيدها إذا كان حتيت 1 perimetر واحد دخل هنا و 1 perimetر واحد دخل هنا و 1 perimetر واحد دخل هنا بش يشيرو الى نفس شدة التيار الكهربائي إذا اللي هنا A1 يشيرQ إلى شدة طيار كهربائي قيمتها 200 ميلي ممتر فمنع ليش؟ لأن الدارة بالتسلسل السؤال الثاني نضيفه إلى تركيبة تركيبة سابقة مصباح عدد اثنين وذلك حسب الرسم البيان التالي حدد العقد الموجودة بهذه الدارة الكهربائية عندي من عقدة لهنا عندي زوز عقد اللي هي العقدة نعطيق اللون مخالف لذلك عندي العقدة بي وعندي العقدة سي اثنين عقد اللي هما البي والسي حدد على الرسم السابق اتجاه التيار الكهربائي بكل فرع من فروع هذه الدارة لأثرة قانون العقدة لذلك هربائي يجب أن يخرجوا من هنا لذلك من الموالد يخرج من البورن لذلك ماشي هكي يالي وليس تصل العقدة هاي لذلك يتفرق لذلك لذلك عندي اي واحد ولذلك عندي اي ثني وعند ترجع إلى العقدة سي وتتجمع ترجع إلى اي اذا قانون العقد شنو يقولي قانون العقد لنا قانون العقد هو يقولي إذن بالعربية ونقرأ بالعربية الفيزيك بكل عقدة في دارة كهربائية يكون مجموعة شدة التيارات عفوا اللي هنا نرمى الموقع نسرده مش مشكلة لونك التيارات الكهربائية الخارجة من العقدة مساوية لمجموعة شدة التيارات الكهربائية الواردة من العقدة نحاول هنا خطر الفراغ عطيهولي في الاجابة لانتها ميكفيش إذن من العقدة مساوي مساوية لمجموعة الواردة إليها معنتها سم دي اي انتخون ايجال سم دي اي سوخطان جوست تقوس رواذيه ما تفجعوش منو باش كي تشوالله تفو في البرميراني دونك تعرفوا انتوما نفس الحاجة قلتها في الوتيام بان طبق قانون العقد بالعقدة بي أنا خاطر عكس في الأسألة بشو نجاوبكم على في العقدة بي شنوعنا اللي داخل العقدة هي اي واللي خارج منها هي اي واحد مع اثنين دونك اي واحد مع اثنين شدة التيار اللي داخلين للعقدة عندي كان اي هاوكا من تجهر العقدة يساوي اي واحد مع اثنين اللي خارجين من هاته العقدة كي الرابع في التمرين واذا معنا ه пров exhilar الى؟ اذى علمت ان الامبئر متر ا يشير الى شتة التيار الكهربائي 0.4 فاril او المصبح ه protective two يعبره تيار الكهربائي شدته متين وخمسين مليون عمبئر لانا عندي متين وخمسين مليون عمبئر احسب با見ыпيار شدة التيار الكهربائي الى او ا هذه او الخارج او الشتة التيار الكهربائية من شدةel kilowatt الت ответ نحن نعرف الإثنين في المصباح 2 ونعرف الإي بقتلي الإي واحد إي إلا إثنين حد الهنا أمورنا واضحة فما حاجة ملاحظة مهمة رهو الإي عاتي هالي بالامبار والإثنين عاتي هالي بالمليومبار والنتيجة يحبها للامبار لذلك أسهل حاجة أن يبدل الإثنين للامبار لذلك ماتين وخمسين مليومبار يوسيوي ماتين وخمسين عشرة إلا ثلاثة أمبار نقسم على الألف طيب سنخدم العملية إي واحد يوسيوي إي إلا إثنين معتها 0.4 إلا ماتين وخمسين عشرة قوة نقص ثلاثة يوسيوي ماتين وخمسين عشرة قوة إلا قوة إلا نقص ثلاثة اللي هي سفر فاصل خمسة وعشرين بش تجيني نتيجة سفر فاصل خمسة عمبار لذلك هذي شدة الطيال الكهربائي اللي موجودة في الإي واحد اللي يعطينا الإي واحد عدل التمرين الموالي حدد العقد الموجودة بالدارة الكهربائية التالية هذي هي الدارة متاعنا لذلك كيف عندي من العقدة لنا وشنون هما؟ عدنا العقدة الأولانية ولي هي العقدة B عدنا العقدة C عدنا العقدة F وعندنا العقدة G هذو ما العقد متاع هاول حطوكم بلون مغاير حدد بسام اتجاه التيار الكهربائي بكل فرع من فروع الدارة معللا جوابك بتبيع الطيال الكهربائي بشيوخرج من هنا بشيوصل للعقدة B بشي انتشر هذو الإي لنا عندي إي واحد وهنا بتبيع عندي إي اثنين اكل إي واحد بش توصل للعقدة F و بشتنتشر هذي الإي ثلاثة إي أربعة وإي خمسة دونك إي اثنين هذي بقيت تمشيل هنا وعندي الإي واحد تنين خدر الإي واحد ووصلت للعقدة F انتشرت بشتوصل للعقدة G وتعاود تتجمع ويعود يتجمعوا في العقدة C بش يعطوني إي تبق قانون العقد في كل عقدة من العقدة الموجودة في الدارة الكهربائية نبدأ بالعقدة لونانية في اللي هي العقدة B إي يساوي إي واحد مع إثنين ناوك واضح لنا إي داخلة يساوي لخارجي لومة إي واحد والإثنين العقدة F دونك دخلت لها الإي واحد يساوي إي ثلاثة مع إي أربعة مع إي خمسة العقدة G العقدة G دا خلت لها الإي ثلاثة والإي أربعة والإي خمسة يساوي اللي خرجة منها بتباعد اي واحد وأخيرا العقدة سي عندي اي واحد مع اثنين هنا خطر هي اثنين نرى هنا هيكا الاثنين في اي واحد داخلي يساوي اللي خرجة منها اكتب شدة التيار الكهربائي اي بدلالة اثنين اي ثلاثة اي اربعة اي خمسة احنا شنو عنا بهنا عنا انه اي هي اي واحد مع اثنين اي اثنين اي اثنين اي اثنين اي اثنين اي اثنين ولكن ما ننسوه شكل اثنين قتل مع اثنين إذا علمت أن اي ثلاثة اي أربع و اي خمسة لهم نفس القيمة شو معنفy اي ثلاثة يسميه اربع يسميه اي خمسة هذي المعلومة الاولانية وأن اي ثلاثة هي ضعف اي ثلاثة شو معنفزا اي ثلاثة اي ثلاثة sy Lauraigs اي ثلاثة ضعف و اي ثلاثة احسب بالامبير كل من اثنين اي ثلاثة اي اربعة و اي خمسة احسب بالامبير احنا ماهو عنا هنا هيك الدارة متاعنا هيك العقد وهيك المعادلات اللي بش نختمو بها احنا عاتيني انو اي يساوي واحد امبير هذه اللي بش نطلقو منها اول حاجة بش نحسبوها احنا شنو عنا عنا انو اي يساوي اي هي اي واحد مع اثنين والإثنين هي ثنين إثنين 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 كيف كمрашتياته ان بس تعطيني اي وفي ثلاثة بتى مإثنين مع ايثنين مع اي ثلاثة مع مع عفوا مع اي واحد و اي واحد هي ثلاثة اي ثلاثة اي ثلاثة اي ثلاثة يساوي خمسة اي ثلاثة غير ذا بتعطيني انو اي ثلاثة يساوي واحد على خمسة اللي هي 0.2 امبير 0.4 أمبير حدد على رسم موقع الامبيرماتر الذي يمكننا من قيس شدة التيار الكهربائي اي اربعة لذلك يجب أن يكون هنا ويجب أن يكون في البرانشة لذلك لا يقلق لذلك هذا هو الامبيرماتر يتبع هدايا الموجب وهدايا السالب على خاطر الموجب يبدأ مربوط بالموجب والسالب يبدأ مربوط بالسالب نمر إلى التمرين الثلاثة بالاعتماد على الرسم التالي وهو الرسم لا يسأل م Terre في تلك التيار الكهربائي الذي يشدته إ3 متجاه إلى الأقداق أم خارج منها معللاً جوابك او التيار الكهربائي توجد فيها ومتجاه إلى خارج يجب أن نتبقي القانون العقد في كل هذه الحالات في حالة يبدأ خارج منا وبنظر توجد قانون العقد هو عمشان؟ عندنا إي يسوي إي 2 مع إي 1 دونك لنا مش أمبوز معنطا اللي هو خارج منها معنطا مع إي 3 دونك الإي هي الكديج لنا إي هي 300 مليون أمبار معنطا 0.3 أمبار يسوي الإي 2 هي 0.13 والإي 1 هي 0.11 مع إي 3 دونك هذو مزوز مبعض مشنو بشيعتوني بشيعتوني لهنا إي 0. دونك أربعة واحد ثلاثة واحد أربعة وواحد واحد اثنين معنطا 0.3 يسوي 0.24 مع إي 3 دونك لهنا يزمني نزيد حاجة معنطا يزمني نزيد لهنا 0.06 بش نتحصل 0.3 دونك إي 3 يسوي 0.06 أمبار إذا كان أنا جت الإي 3 متجهة لهنا شو معناها متجهة؟ معنطا هالي هي داخلة مع إي 3 يسوي إي 2 مع إي 1 أحنا عنا إنه إي إي دونك أكبر من إي 2 مع إي 3 مش نزيد نزيدها أنا أكبر من إي 2 مع إي 1 مش نزيد نزيدها إي 3 دونك مش مش تتحق المعادلة هالي بش تولي غالطة بش تتحق المعادلة هالي بش تتحق المعادلة أكبر من إي 1 مع إي 2 ما بش تتحق المعادلة أكبر من إي 2 مع إي 2 إي 2 يسوي 0.24 أمبار إذا أحسب شدة التيار الكهربائي إي 300 مليون أمبير بستعمال أمبير متر إذا أحسب شدة التيار الكهربائي إي 300 مليون أمبير بستعمال أمبير متر إباري به العيارات التالية حدد العيارات الممكنة استعمالها نقريكم شوي بالفرنسية رولاني باش متلقوش صعوبة إن شاء الله في السنوات القادمة باش نعملوا ليكيليب باش نعملوا معانتها لاني لزومة بين لانسانيمون دوباز وانسانيمون سوبان داخر أو حاجة مهمة برشة اللي نحكي فيه حدد العيارات الممكنة استعمالها كيف هي العيارات اللي يمكن استعمالها باتبيعة إي 300 مليون أمبير مغاني 30 مليون أمبير لانسانيمون العيارات اللي يمكن استعمالها هي واحد أمبير أو ثلاثة أمبير لماذا؟ لأنه لا يجب أن يكون العيار المستعمل أصغر من شدة التيار الكهربائي فهمنا؟ أيضا، التائل الكهربائي هو 1 أمبير 0.1 أمبير أقل 0.2 أمبير أقل إذا أكبره من 1 أمبير و 3 أمبير ما هو أحسن عيار؟ يجب أن يستعملوا كيف يريدون أن نختار أحسن؟ يجب أن نختار أحسن عيار إذا أحسن عيار هو أصغر عيار من بعض العيارات الممكنة أنا مستقبل أنه هو 1 أمبير لماذا الخطر 1 أمبير أصغر من 3 أمبير؟ لذا يجب أن نختار أصغر عيار باستعمالي احسن عيار ممكن حدد امام اي تدريجة تستقروا الابرة مع العلمي ان اقصى تدريجة بالسلم هي 100 احنا نعرف انه يساوي ان على ان كبيرة في سي سي هو العيار الان اللي هي اللي بش نقرها والان الكبيرة اللي هي الميال دونك توسامل ما هو يحبيلو جعل ان ان يوسي اي في ان كبيرة على سي دونك الي نعرف ان هي صرف اس لتة في الان الكبيرة لشال السلم اللي هو الميال على العيار السي اللي هو لنا واحد امبار دونك صرف اس لتة في ميال بش يعطوني ان يساوي ثلاثين دونك لبرا بتاع الامبار متر مش تحبس في الثلاثين اكي انا هكاية مكن نكمل سيستم التمارينات على درس التياري الكهربائي انتو ما كان عندكم اي استفسار عندكم تمرين تحبوني يصلحوكم عندكم حاجة ما فهمتو هيش قانون العقد مثلا معليكم كانت التسلوب سابورانيت